بدأت الاستعدادات النهائية بالمحافظات النهاردة وأعلنت محافظة الجيزة تخصيص 17 مركز انتخابي و 34 لجنة فرعية في حي الوراء لاستقبال 304 699 ناخب مقيدا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاق بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وده من بين 457 مركز انتخابي و 754 لجنة فرعية خصصتهم المحافظة لاستقبال أكثر من 6 ملايين و 200 ألف ناخب من مواطني المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاق بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة كمان أعلنت محافظة الجيزة عن إقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالدوان العام للمحافظة وهتكون برئاسة اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة وبمشاركة مسؤول عن كل جهة معنية والغرفة دي هتكون بمثابة حلقة الوصل بين القيادات المحافظة وغرفة العمليات الفرعية لسرعة التنصيق ومعالجة الشكاوى الوردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات الحقيقة كمان وزارة التربية والتعليم استعدت وأكدت في كتاب دوري أرسلته إلى المدريات التعلمية حصول طلاب المدارس المخصصة كالجان انتخابية فقط على أجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 20-24 وأوضحت أنها خصصت عددا من المدارس كالجان انتخابية وتم تجهزها على الوجه المطلوب بكافة المدريات التعليمية على مستوى الجمهورية وأكدت وزارة التربية والتعليم على حضور وانتظام جميع المعلمين والعملين بالمدارس بمختلف أنواعها خلال انعقاد الانتخابات مع تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس اللي حتضم لجان انتخابية في أقرب مدرسة لهم وأكدت الوزارة على حصول طلاب المدارس المخصصة كالجان انتخابية فقط على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات وانتظام الدراسة بالمدارس غير المخصصة كالجان انتخابية